السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم ان شاء الله النهاردة اول سيكشن يعتبر سيكشن الهيستولوجي ان احنا نتعرف على ايه الهيستولوجي وبندرسه ليه وازاي بنحضر العينة السيكشن ده المطلوب منكم فيه حاجات بسيطة مش كل حاجة في السيكشن النهاردة هيتبقى مطلوبة منكم في الامتحان فبس في الاول يعني اقولك يعني علم الهيستولوجي ده مش هيجيلك امتحان يقولك عرف الهيستولوجي ولا ليه بندرس الهيستولوجي بس دي حاجات لكم في الاول جذبوا ايه? عارفنا على الاطلاع يعني. اه اول حاجة زي ما احنا شايفين اه قدامنا كده هنتكلم عن علم الهيستوروجي ده اول حاجة قدامنا يعني العلم العلم اللي بيدرس ولا العلم اللي بيدرس تمام? هو طبعا يعني خلايا كلمة يعني خلايا والتشوز يعني تمام? بستخدم ايه بقى وانا بدرس بستخدم الميكروسكوب تمام طيب why do we study it؟ احنا ليه؟ بندرس الهيستولوجي ليه اول حاجة بندرس الميكروسكوبك بدرس الخلية يعني تحت الميكروسكوب يعني التكوين بتاع سيلز يعني خلايا طب ليه انا بدرس الخلايا والانسجة لان جسم الانسان جسمنا عبارة عن ايه؟ جسمنا عبارة عن اجهزة جهاز الهضمي جهاز التنفسي كده طيب كل جهاز عبارة عن اعضاء ارغانز وكل عضو عبارة عن تشوز تشوز يعني انسجة وكل نسيج عبارة عن خلايا فانا هدرس الخلية وبعد كده ادرس الانسجة علشان اقدر اعرف كل ارغان بكاو من ايه؟ عشان اقدر اعرف وظيفته ايه؟ يبقى دي اول حاجة هي الوحدة البنائية east of all- الوحدة البدائية في جسمنا فلازم نعرف شكلها كويس ومواصفاتها علشان نقدر بعد كده نعرف كل عضو وظيفته ايه? دي اول حاجة. تاني حاجة نعمل يعني ايه اربط? اربط ايه بايه? اربط زي اللي هو التكوين مع يعني الوظيفة. تمام? طيب. يبقى خلاص لما عرف التركيب الحاجة من كل اجزاءنا خلاق الكبد زي الكلية شبه بعض كده حتى الفرق بينهم خلاياهم الحاجات اللي موجودة في كل خلية ترتيبت الخلايا كل ده بيدينا الوظيفة بتاعت طيب. تالت حاجة ايه? understand the pathology of disease. understand يعني افهم افهم ايه ال pathology? ال pathology ده? ده علم الامراض. ده هتدرسوه في الموديول الجاي ان شاء الله. لو انا مش عارف شكل الخلايا الطبيعية هقدر اعرف الخلايا المرضية التعبنة? لأ مش هعرف. عشان كزا ازا معرف شكل خلايا الطبيعية? عشان ملاقي خلايا متغيرة او اه دي خلية مرضية بقى سواء بقى خلية ملتهبة خلية ميتة خلية سرطانية كل ده اقدر اعرف تمام? دي كلها حاجات لك وبكده للاطلاع. طب عشان ادرس الانسجة والخلايا دي. ايه الميسودز? ايه الطرق اللي انا بستخدمها في دراسة الانسجة والخلايا. في حاجة اسمها مايكرو تكنيك. يعني ايه كلمة مايكرو دي? مايكرو يعني حاجة بالمايكرون. حاجة صغيرة او. مايكرو ده واحد على الف من الملي. تكنيك يعني تقنيات. ماشي? مايكرو تكنيك يعني التقنيات اللي بستخدمها في الدراسة او بستخدم تكنيات عشان اقطع العينة حاجات رفعها قوي وكده. وبعد كده اشوفها تحت الميكروسكوب. فاني محتاج معينة وطرق معينة عشان احصل على شريحة كده قدر اشوفها تحت الميكروسكوب. وتاني حاجة في الدراسة يبقى انا بعمل في خطواتك بعملها عشان اوصل العينة قدر اشوفها تحت الميكروسكوب. وتاني حاجة ان انا هشوف الميكروسكوب. اعرف ايه انواع اللي عندنا. تمام? طيب. الميكرو تكنيكز? الميكرو تكنيكز برضو كل دي حاجة مش هتيجي في الامتحان. بس يعني لازم نبقى عارفين ايه? من اول بقى هنا ايه نشوف ايه? في حاجة اسمها برافن تكنيك. ايه دي. البرفن تكنيك اهو. برافن. ده يعني ايه برافن? عارفين شامع البرافن? شامع. بنستخدم مادة الشامع كده. في الايه? في التحضير اللي العينة عشان بعد كده نقطح. وهنقول الطريقة دلوقتي. باستخدم الفريزنج. ايه باستخدم شامع او باستخدم فريزنج. دلوقتي الناسيج ده بيبقى طاري قوي. لو جبناه كده من الانيمال. وقطعناه عايزين نقطعه حيطة رفياعة شريحة رفياعة جدا جدا عشان اقدر شوفها تحت الميكروسكوب. ما تبقاش خلايا كتير مترسوسة فوق بعضها. فلو جيت كده خطه هو طاري كده وجيت اعمله الاقيه بيتقطع مني وبتبهدل مني. فانا عايزين في طرق كده يقام بالفريزنج بالتجميد. اجمده بجهاز معين بحيط زي الكيب ده كده ما نجيبها من الجزار وهي طريقة. اجي قطعها. قليقها بتتبهدل مني وتتقطع. اما لو سبتها في الفريزر جامدة كده. واجي قطعها. قليقها بتتقطع مني ايه? شريح رفياعة كويسة مش متبهدلة. فنفس الكلام في طريقة الفريزنج وفي طريقة باستخدام الشمع. علشان نقدر نشوف بعد كده تحت الميكروسكوب. دي اول حاجة ان انا هاخد هعمل عينة هعمل شريحة. بس دي الشريحة دي هقدر اشوفها تحت الميكروسكوب بس مش متلونة كده ما لهاش شكل حلو كده. فممكن نعمل بقى خطوة بعد كده. بعد الميكرو تيكنيك اعمل خطوة يعني يعني السبغة. اننا ازبغ النسيك. تمام كده? يبقى احنا عارفنا دلوقتي دراستنا عن طريق والميكروسكوب. الميكرو تيكنيك ده عبارة عن ايه? احضر احضر سيكشن رفاية. يعني سيكشن كده شرائح رفاية. عن طريق ايه? حضرها عن طريق البرافن? استخدم شامع البرافن او عن طريق التجميد. طيب وفي عن طريق ان انا ازبغ بقى الشريحة دي عشان نشوفها بالوان كده وجميلة متلونة زي اللوحة الفنية كده. خلاص? وبعد كده ابص تحت الميكروسكوب. طيب. اول حاجة بقى عشان نعمل ذا قلنا هنستخدم البرافن تيكنيك. يعني ايه برافن تيكنيك? برافن قلنا يعني شامع البرافن تيكنيك يعني تقنية. يعني ايه الروتين دي الطريقة التقليدية. يعني طريقة. دي الطريقة التقليدية اللي احنا بستخدمها في يعني حاجة لها علاقة بالهيستولوجي. لدي التحضيرات بتاع الشرائح. اول حاجة باستخدم بقى البرافن واكس ده الشمع ده. اسمه ايه? في الطريقة دي. تمام? طيب. الخطوات. اول حاجة بجيب العين. يعني احصل. احصل على العينة. اجيب عينة سنتي في سنتي كده ايه? من اه الانيمال. اي ارجن بقى انا عايز ايه? اشوفه تحت الميكروسكوب. دي اول حاجة. طيب العينة اول ما اخدها كده. العينة دي لو انا سبتها كده. على طولها ايه? جي لها بكتيريا وفي تحلل ذاتي. في اوتوليس وفي حاجات بتحصل ايه. عفوا وكده. عشان كده لازم ايه? اثبت العينة. يعني اثبتها يعني احفظها او حفظ العينة. حفظ العينة. بحفظها بايه? بالفورمالين. هنقول دلوقتي. طيب العينة الحمد الله تحفظت دلوقتي وما نعناها من البكتيريا. بس العينة طرية. جربوا كده حطوا طمط مية طرية وطمط مية جمدة. طمط مية جمدة قدر عطاحها ايه شريح كويس. اما الطرية تتبهدل مني. فنفس الكلام الناسيك في مية كتير. فانا عايزة اسحب المية دي اسحبها بحاجة اسمها دي. هايدريشن. اسحبها بالدي. ادي الدي هايدريشن كلمة دي. فاي حاجة يعني بيشيل. هايدرو هايدريشن يعني مية. دي هايدريشن يعني اشيل المية. تمام? طيب. بعد مرحلة دي هايدريشن خلاص لما اشيط اسحب المية من الناسيك. الناسيك هيبقى ناشفه كويس كده هيقدر اقطعه كويس. بس الناسيك ده معتم. غير منفز للضوء. فانا بعمل خطوة اسمها. خطوة دي. مهمة. هادي دي. خطوة مهمة يعني خليه واضح كده وشفاف ورايه ان الايه? النسيك بقى منفز للضوء. بعد كده انا عايزة بقى كل ده قاعدين قولت شامع شامع وبرافن دم فينا البرافن الخطوة بقى الخمسة دي خطوة دي ان انا بحط كده النسيك في الفورد فيه شامع سايح كده في الفورد. بقى دي خطوة الامبريجنيشن. فالشامع ده هو سائل كده يدخل جوه الانسيكة وجوه الخلايا يتغلغ الجوه النسيكة. بقى دي خطوة الامبريجنيشن. تمام? خطوة التغلغل كده بتاعت الشامع جوه النسيك. بعدين خطوة الامبينج. امبينج يعني هصب بقى. هصب النسيك ده في قالب بلوك كده زي قالب الطوب كده من الشامع. هصبه النسيج وحط عليه شمع واسيبه درجة حرارة الغرفة هيجمد يبقى عندي شمعة مكعبة كده او متوازن مستطيلات كده وجوه النسيج وجامد كده قدر امسكه بايدي عين تمام وبعدين خلاص انا دلوقتي بعد انا اعمل البلوك بالشكل ده ممكن هقدر ايه هقدر اقطعه نعمل تقطيع واخر حاجة قلقت بقى الشريحة دي ونشوف تلوقتي الخطوات خطوة خطوة نتكلم عن الكلام ده بالتفصيل اهي قدامنا شايفين الخطوات دي بقى الحطة دي مهمة ممكن يجيلكو فيها اسئلة مسأل يقولك اول حاجة قبطل السامبل ماشي بتبقى سمول سامبل سامبل يعني عين سمول سامبل مفيش مشكلة طب ايه تاني حاجة فكسيشن نسأليني يعني ايه فكسيشن يعني بسبت النسيج يعني ايه بسبته عايز اثبته على حالته كده بوت سامبل احط السامبل سمول سامبل افتشه من النسيج ان فيكسيتف يعني المادة المسبتة المادة المسبتة عندنا اسمها الفورمالين فورمالين كام عشرة في المية دي مهمة احفظ اعرف ان المادة المسبتة عندنا فورمالين عشرة في المية اف شوفوا اف في فورمالين و اف فيكسيشن اهي اف في فورمالين و اف فيكسيشن عشان ما ننسيش طيب ووظيفة الفكسيشن ده ايه يبنع ايه بريفنت يعني بيمنع بيمنع الايه بيوتريفاكشن يعني ايه بيوتريفاكشن بيوتريفاكشن يعني تعفن طب ويعني اوتوليسز اوتوليسز يعني التحلل الزاتي ما الخلايا فيها اصلا انزيمات محللة جواها اول ما الخلية تموت وتقطع عنها الاكسوجين انزيمات المحلية دي تبدأ تخرج خارج الخلية وتدمر الخلايا فانا بستخدم الفورمالين عشان امنع البيوتريفاكشن وامنع اللي هو التعفن والاوتوليسز اللي هو التحلل الزاتي طيب ايه الخطوة التالتة قلنا خلاص تزبتنا النتيج دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه عايزين نعمل خطوة النشف المية نعمل دي هايدريشن دي هايدريشن ده بيتعامل ازاي ان انا انا اشوفه ازاي يحطه في الشمس مثلا ينشف لأ مال اعمل ايه اسحب منه المية اجيب له مادة كده تسحب منه المية ايه المادة اللي بتسحب منه المية الالكحول الكحول اعمل ascending grade of alcohol يعني ascending كلمة ascending يعني تصاعدي افتكر حرف دي بصوا لو احنا قلنا كده في دي هايدريشن ده في حرف دي اعمل له ascending ascending ارص يبقى حرف دي غير الري هايدريشن بقى ري هايدريشن لما حب بقى ازود المية لو انا هعمل ري هايدريشن هعمل ايه ascending تمام يبقى حرف دي قبل حرف الار فالascending مع الدي والdescending مع الار عشان ما ننسيش يعني ascending grade يعني اتصاعدي يعني ايه تصاعدي ابتأ دلوقتي النسيج في مية كتير ابتأ ادي له كحول فيه شوية مية بردك عشان ما يسحبش مية كتير لو اديته كحول لي ما فيهوش مية او فيهوش سبق القليل من المية هيسحب المية كلها من النسيج فالنسيج يكرمش انا عايز اسحب بالتدريج جرادول بالتدريج ازاي؟ عن طريق ادي له الاول كحول سبعين كحول سبعين فيه تلاتين في المية مية يعني مش عطشان اول المية هيسحب شوية مية من نسيج بعدين ادي له كحول لتسعين فيه عشرة في المية مية فمحتاج مية كمان فهيلاقي شوية مية في نسيج شوية هيسحبه فيك حول بقى مية في المية هو بقى ايه مية في المية بيبقى خمسة وتسعين تسع وتسعين ففيه نسبة مية قليل ايه لا او فهو هنفسه في مية كتير بس مش هيلاقي في نسيج مية كتير لان اللي قابله شربه المية فهيسحب شوية المية الباقيين فدلوقتي عملنا ايه؟ ولا تسعودي ولا تنزولي طلعين او سبعين تسعين مية يبقى تسعودي دي اسمها ascending ليه بقى عمل ascending كده مدتش المية في المية مرة واحدة ليه مية في المية كان هيشفط فعلا المية من النسيج ويسحبها من نسيج بس كان هيعمل كان هيعمل كرمشة في النسيج تمام؟ طيب بعد كده خطوة يعني واضحة يعني ايه اللي واضح؟ بس تخدم مادة اسمها مادة الزيلول دي ووظفتها ايه؟ ووظفتها ان يتخلي النسيج ده يبقى كلير منفذ للضوء محط النسيج في الزيلول وبعد نصف ساعة كده ابوص عليه خلال ضوء الشمس لايه دور الشمس بيختارك النسيج فاقول خلاص ده دلوقتي حصل له كليرانس خلاص بالنسيج دلوقتي بقى واضح حيث لما اقطعه هيبقى فيه شرايح منفذة للضوء اقدر استخدمها في المكروسكوب الضوئي تمام؟ طيب دي نقطة خلاص ان هو بيخلي التشو ترانسبارنت يعني ترانسبارنت يعني منفذ للضوء طب ايه كمان؟ ربليس الالكوحول يعني ايه ربليس الالكوحول؟ هيشيل الكوحول؟ ربليس يعني يشيلو كده يشيلو ويقعد مكانو هتأخر خطوة الكحول لا هيشيله ويقعد مكانه طب ليه شيله ويقعد مكانه عشان الخطوة اللي بعد خطوة الشامع والشامع ما بيحبش الكحول يعني ننفع اقول للشامع تعال دخل يلا عن نسيج ونسيج كل كحول ايلك انا ما بدوبش في الكحول ومش بحبه فمش هيدوب فيه فانا اجيب له حاجة بيحبها ويدوب فيها من اللي بيحبه وبيدوب فيه الزيلول يبقى الزيلول بيحب الشامع البرفين وبيدوب فيه خلاص يبقى الزيلول ده عبارة عن برافن سولبنت برافن سولبنت يعني بيدوب البرفن ويدوب فيه يبقى دي وظيفة الزيلول يبقى انا عارف ان الزيلول بيبقى بالزيلول وعارف ان الزيلول ده برافن سولبنت وبيعمل التشو ترانسبارنت وبيشيل الكحور تمام؟ خطوة الامبريجنيشن في الفورن نبقى انزع اوفن في الفورن بعمل ايه؟ بحط النسيج انفلتريشن نشوف يعني الناسيج هيتمالى بالبرافن في الفورن كده احطه سايح في الفورن يدخل بين الانسيجة وجوه الانسيجة فالناسيج كله يبقى مشبع بالشامر تمام طيب بعد كده خطوة خلاصا دلوقتي عندي نسيج بس الناسيج تحط صغيرة كده همسكه ازاي واتعامل معه ازاي وحطه في جهاز التقطيع ازاي فانا عايزة احطه في في قالب كده قالب كده ايه اصبه في قالب في شامر حيث ان انا اقدر اتعامل مع القالب واشيله براحتي وامسكه كويس وكبه هدي خطوة الامبيدنج بقى خطوة الصب الامبيدنج دي خطوة الصب ان انا اجيب هارد برافن اجيب هارد برافن اللي هو بيجمد بقى بره بره يعني في درجة حرارة الغرفة العادية كده يجمد حط النسيج واصبه عليه واصب عليه الشام واسيبه في حرارة الغرفة كده الاقيه ايه ايه بعد شوية جمد بقى عندي بلوك وفيه التشو تمام بعد كده بقى اعمل قط سيكشن اقطع شوفوا السيكشن وفيه ازاي خمسة مايكرون قط سين سيكشن يعني اقطع السيكشن وفيه سمكاد ايه خمسة مايكرون وايه خلاص اه بعد كده ايه بجزم القطهم ان جلاس سلايد القطها على ايه شريحة ازاس فضية كده القط عليها النسيج ده تمام اهو الحاجات اللي احنا قلناها تاني نبص عليها كده تاني شايفين ايه دي اول حاجة كده ايه دي الايه فكسة الفورمالين او يبقى النسيج اخده احطه في الفورمالين عشرة في المية عشان فكسيشن بعد كده انا اشف المية دي هيدريشن بالكحول او فيه الناس بيستخدم التلاتين وخمسين وسبعين دي هيدريشن بالأسنين تمام بعد كده عايزين نسيج يبقى كلير يبقى خطوط طيب بعد كده بنعمل ايه خطوة الانفلتريشن او الانبرجنيشن ان انا نحطه في الفورن نحط الشامع اه في الفورن يبقى سايح وحط النسيج فيه فان الشامع يدخل جوه النسيج بعد كده خطوة الصب شفتم بقى عندي قالب كده هوت من الشامع وجوتي البني اللي جوه ده هو النسيج اللي انا عايزة اشوفه تحت الميكروسكوب دي حاجة تانية برضو كايه دي دي بلوكات كده موجودة دي بلوكات هي قدامكم موجودة فيها ايه حاجات بني اللي جوه دي اللي هي الانسيجة اللي انا عايزة اشوفها تحت الميكروسكوب خلاص بعد كده بنقطع النسيج بقى بايه بحاجة اسمها ماشي فيه جهاز كده بنقطع بيه خلاص ويبقى كده خلاص بنلقطها على شريحة يبقى كده عندي شريحة جهزة على السبغة وقدر اشوفها بعد كده تحت الميكروسكوب طيب فيه طريقة تانية بقى اسمها ايه اسمها احنا قلنا فيه طريقتين للميكرو تكنيج طريقة عبارة عن البرافن شامع البرافن استخدمناه ودي طريقة التقليدية المستخدمها معظم الوقت فيه بقى طريقة تانية اسمها الفريزنج يعني التجميد برضوك نفسها هيحصل اول ما اخد النسيج هجمده على طول فبالتالي حفظت علم البكتيريا والبيتروفاكشن والتحلل والكلام ده وكمان هيبقى صالبة اقدر اقطعه زي الكب ده كده ما نحطها في الفريزر ونقطعها فدي طريقة برضوك هتديني نفس نتيجة البرافن انه هو حاجة بقت صلبة وتقطعت شريح رفيع فدي برضوك حاجة هتبقى صلبة وتقطع شريح رفيع طب ام ده بستخدم الفريزنج ده? الفريزنج ده طبعا مش هستخدمه بقى في الفريزر عندنا في البيت لأ في جهاز اسمه كرايو قط جهاز اسمه ايه? الجهاز اسمه كرايو كرايو يعني تبريد كلمة كرايو كده يعني تبريد قط يعني تقطيع يعني بيبرد ويقطر تمام? عكس في البرافن كان في جهاز اسمه المايكرو تون زي المايكرو تون ده بالضبط زي المكانة اللانشون اللي عند ايه? آآ كده بن ايه? بن آآ بيلفها بايده روتوتر يعني بتلفي كده بايده ويقدر ايه? يقطع اللانشون شريح فهي برضو بتقطع البلوك اللي عندنا شريح. ده بقى اسمه كرايو قط ده جهاز بقى بيبرد ويقطع. تمام? شوفوا حتى اليد بتاعه اهيه. هنا كده شايفين الجزء ده? اليد اللي بتلفي دي دي عشان التقطيع. وهنا العينة تحطي جوه كده تتبرد. تتبرد ده بالكربون ديوكسايد بالنيتروك اوكسايد حاجة كده غازات مبردة في تواني تكون بردت ايه? جمدت العين. طب ايه اللي بخلينا استخدم الفريزنج تيجنيك? امتى استخدمه يعني? استخدمه لو انا محتاج بقى البرافن ده بياخد قطة طويل ممكن يومين ثلاثة على ما يتعمل. طب لو انا مستعجل. مستعجل عن نتيجة او. طب ليه انا بقى مستعجل عن نتيجة. الفريزو مثلا جراح في الابريتنج سيتر. الابريتنج سيتر يعني ايه? اابريتنج يعني عمليات. سيتر يعني مصرح العمليات او غرفة العمليات. تمام? في الابريتنج سيتر بيبقى مثلا فتح العيان بيشيل حاجة بيعمل حاجة. لأ ورم. لأ حاجة كده غريبة. مش عارف يا ترى ده ورم حميد ولا خبيس ولا ايه ده بالضبط هو مش عارف. مش عادة ياخد قرار. يا ترى يشيل الورم ولا ما يشيره. يا ترى حاجة هو حاجة ممكن تخف عادي ولا حاجة لازم تتشال عشان هتضره المريض. فعايز ياخد قرار سريع. والعيان مفتوح كده بدلا ما يخيطه تاني وانه نفتحه تاني عشان نشيله الورم. فهو عايز ياخد قرار سريع. فيعمل ايه? ياخد عينة صغيرة من الورم ده او من الحاجة اللي هو مشاكك فيها دي ويبعتها للباصولوج. باصولوج على طول قودة جبهم او فدره اللي فوقهم على طول تتبعت العينة في ثواني الباصولوج. الباصولوج عندهم بقى الجهاز ده اللي هو اسمه كرايو قات. الجهاز اسمه كرايو قات. الجهاز ده يبرد العينة ويقطع العينة ياخد سيكشن على طول ويزبغه ويبص تحت الميكروسكوب ويقول له اه دي خلايا سرطانية لا دي خلايا حميدة دي خلايا كزا. فيدي له اللي خلاص بيقول له اه شيل ما تشيلش هو بقرار هيطلع من بتاع الباصولوج. تمام? يبقى دي مهمة عشان ايه? يعني ايه? سريعة جدا. سريع جدا. سريع جدا للايه? تشخيص يعني تشخيص. ايه? في غرفة العمليات قد تشخيص سريع. والعين مفتوح كده قبل ما نقفله. طيب ايه كمان? لما انتم تذكروا دلوقتي تعدين نتكلم عن الزيلول والبرافن والزيلول بيدو بالبرافن والبرافن ده دهون. طب ما في خلايا ساعات دهنية بيقفها دهون. الخلايا الدهنية دي هقدر كده ادرسها بالبرافن. وانا بدوب الدهون اصلا بالزيلول طبعا انا هيجابص مش هلاقي الدهون لانها دابت. مو زي ما بيدو بالبرافن هيدو بالدهون بتاعت الخلية. فالبرافن ما ينفعش نستخدمه في دراسة الدهون. وكمان الانزيمات وش احنا قولنا منحط الفورمالين والفورمالين ده بيقضي على الانزيمات والحاجات ويسبت النسيج. طب ما الانزيمات كده هتبوص برضك. اسناء البرافن تكنيك. فعشان كده الفريزنج حالو بقى في النقطة دي. ان هو هيقدر يخلينا ندرس الليبز اللي هي الدهون والانزايمز اللي هي الانزيمات. خلاص? ليه بقى عشان الرغمienen. يعني ايه هيستو كيمتري? كلمة هيستو يعني وايس كيمتري يعني كيميز. يعني اننا عايز ادرس كيميا الانسج. تمام? عايز ادرس الدهون. عايز ادرس كاربوهايدوريت. عايز ادرس انزيمات ما ادي حاجات كيمياء. بس هسترسها عن طريق ان انا اشوف شريحة تحت الميكروسكوب. فده اسمه هيستو كيمتري. عشان استخدم هيستو كيمتري استخدم ايه الفريزنج. جبقى الفريزنج. مهم ما اعرف انه بالكراكز. مهم ما عرف ممكن يقول لك ايه بتاع الفريزين او ممكن يجي لك سؤال ايه المميزات بتاعه مميزاته نوفري رابد مميزاته كمان ان هو بيستخدم في الهيستو كميستري عشان ادرس اللي هي الدهون اند انزع كده يبقى انتهينا من اول جزء في السكشن ده وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته